اختتمات فعاليات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر قبل قليل في أربيل في كردستان العراق جاء تحت شعار الجامعات ودورها في التنمية المستدامة هذا المحفل الذي عقد بنسخته الحضورية والالكترونية بدأ من السابع من تموز إلى الخامس عشر من تموز في نفس هذا الشهر وحقيقة شارك به المئات من الباحثين والعلماء والخبراء الناطقين باللغة العربية للاستفادة من البحوث العلمية والأفكار وفلسفة حقيقة المحفل العلمي الدولي تعتبر فلسفة متميزة وفريدة أنها تجمع التخصصات من تخصصات متنوعة يجلسون مع بعض في بيئة واحدة في مكان واحد ويتناقشون بمواضيع مشتركة ويشكلون مجامع بحثية حقيقة هذه فكرة فلسفة المحفل العلمي الدولي وعبارة عن وعاء يجمع العلماء والخبراء والباحثين في بيئة واحدة في مكان واحد وكل نسخة من هذه المحافل له شعار خاص به فشعار هذا المحفل الجامعات ودورها في التنمية المستدامة فكان هناك حضور حقيقة طيب من الجامعات العراقية وحتى خارج العراق وكذلك الباحثين الذين جاءوا من داخل العراق وخارج العراق أسهموا وأثروا فعاليات المحفل العلمي الدولي حقيقة كل الشكر الرعاة الذين ساهموا بالمحفل الجامعة العراقية جامعة الكرخ العلوم هنا جامعة النور في الموصل جامعة جهان كان ضمن الجهات الرائية جمعية البصيرة للدراسات والتنمية الإعلامية وكذلك جامعة الإمام الأعظم كلية الإمام الأعظم الجامعة أيضا كانت ضمن الجهات الرائية ومؤسسة حباء للتنمية المستدامة كذلك كلية المعارف الجامعة وكلية العين جامعة العين العراقية كذلك بعض الجهات هنا منصة فسيلة فحقيقة كل الشكر وتقدير جمعية علوم الحديث أيضا كانت ضمن الجهات الرائية لهذا المحفل العلمي الدولي وكما ذكرت كان تحت شعار الجامعات ودورها في التنمية المستدامة المحفل القادم سيكون بإذن الله تعالى في سلطنة عمان في جامعة صحار بالتحديد الرابع من ديسمبر القادم فنلتقيكم بإذن الله تعالى ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي الخامس عشر ترجمة نانسي قنقر